اليوم يتفضل مجدداً لأنه سيكون حكومة يرأسها الاشتراكيين السلام عليكم متاحيطين الجميع إنما كنتم مرحبا بكم معي جديد كيفما سمعتوا في المقدمة دي الفيديو بيدروسانتشيس كي يقول بابر انجبرنا بمعنى أن سوف تكون الحكومة يرأسها الاشتراكيين بزاف ما تقسمت معكم آخر مستجدد بخصوص شكين الحكومة ناف إسبانيا حيث كان باقي ما كنش الجديد والجديد سخون بزاف اللي غن تقسمون موادتنا في هذا الفيديو ونعطيكم جميع التفاصيل الخاصة بالمسألة دي لتشكيل الحكومة هنا في إسبانيا أش وقع لحد الساعة هنا في إسبانيا غادي تصمعكم إن شاء الله كمال عادة جميع التفاصيل كنت ستمنى منكم لايك ليشتوا الفيديو يستحق بارتاجي إذا جاءت على خاطرك أوكي كيف ما كتعرفوه وكيف ما شفتوه وكيف ما وقع سيناريو كامل أن الملك دون فيليبي دي الإسبانيا كلف فيخو اللي هو الأمين العام دي الحزب البيبي الحزب الشعبي أنه باش يشكل الحكومة أعطاه كما بقوله هنا الدول الخضر باش يقلب للتحالفات ديره باش يشكل الحكومة هنا في إسبانيا فتعرفوا أن فيخوز عمد البيبي وخبرم أنه ربح الانتخابات كان خصوة تحالفات باش أنه يقدر يوصل أنه يشكل الحكومة والتحالفات كانت من أصعب ما يكون أنها تحقق لأنها كانت غادي يكون تحالفات مع أحزاب اللي هما باسكو اللي هما غاليسيا غايقوس اللي هما كان هو كونترا لهم وكان من المستحيل أنه غادي يتحالفوا معه لأنه كان كي يعيط لهم كي يقسميهم بالإرهابيين في حد الوقت كيفاش البارح كانت تقول لي إرهابيين وده بغايت تحالف معي إذن كان بينا واضحة بأن فيخو في المهمة دي له غادي تكون صعبة معقدة جدا في المسألة دي لتشكيل الحكومة زائد أنه باش يعطيه بدرسان تزكية باش أنه يحكم هديرها من المستحيلات البارح كانت يطعن فيه وبارح كانت يضرب فيه وده بغا نعطيك تزكية هديرها ما كينعش إذن هنا بالرغم من أن الحزب الشعبي تحالف مع الحزب فوكس وحزب آخر من كنارياس وحزاب صغيرة ما قدرش يحقق ذك العدد اللي غادي يخوله أنه إشكل الحكومة أنا أصعبة المهمة لفايخو طحول الكواري وفآخر المطاف خسر الريهان داسة شهرين وما كينوالو وبعد الحال يعني السيناريو هده قبل ما يوقع كنا عارفينه غادي يوقع كنا عارفينه غادي يكون قبل ما يكون باينه وكما تقسمت معكم في الفيديوهات اللي الناس اللي متبعين معنا القناة يعني كيتبعوا معنا وكيعرفوا الأخبار وكما تقسموا جميع الأمور الخاصة بإسبانيا يعني هات السيناريو هده قبل ما يوقع كنا عارفينه أنه غادي يمشي بهات طريقة هدي وقلت لكم أنا في مراز عديدة أنه من بعد غادي يجي سانتيز وغادي يتكلم كل تيقاف النفس ويقول بأنه غادي شكل الحكومة ده باش نو وقعنا في إسبانيا حد الساعة ده بس سانتيز فرحان أنه فيخو خسر الريهان وما غادي شكل الحكومة وسانتيز هو اللي غايتكلف بهذا المهمة هدي باش أنا هو شكل الحكومة سانتيز شنو خاصو سانتيز بالتحالفة اللي عنده حتى وما كافيهاش في بعض الحال توخصو تحالفة أخرى والأمر متوقف للحزب اللي هو مهم الزفل هو جوند بوركاتروني اللي عنده سبعات يلا مقاعد وذك سبعات المقاعد عليها طلع الفيلم باش أن السانتيز يربحتك سبعات المقاعد اللي بقى نقصها مع ذك الحزب هذاك وتحالف ماه في هذه الحالة يشكل حكومة هذه الحزب جوند بوركاتروني يشكله هذك حزب اللي هو حزب في واحد الوقت اللي كانوا كيتحلفوا باش انهم يشكلوا دولة مستقلة على إسبانيا يعني الرئيس دي لديك الحزب اللي هو اسميته بوجي موند اللي هرام بلجيك هذا برام خبه في ألمانيا غير البراح هو كان كيضرف في المؤسسة في إسبانيا يعني كان كيقول كتالونيا خاصة تكون عندها الاستقلال ديلي يعني انفصالي داخل البلد طبعا هذا أمر خاطر بالنسبة للبلد يعني واحد كيتسمى انفصالي بغي شتة يقسم البلد على جوش فهذا طبعا الحال خصو يدخل الحبس طبعا الحال في القانون دي لإسبانيا هو ما دخلش الحبس هرب دب هاتشي كامل وقع هات بوجي موند در هات المشاكل كاملة والحزبية له هاتشي كامل ومع ذلك بغي تحالف معاه وبغي يتضمن معاه وبغي يشكل الحكومة بهذك المقاعد اللي عنده هاتشي يدرى ماشي سهل طبعا مني مشات يولندا دياز للبلجيكا عند بوجي موند انتظر مع مباشرة لقات الانتقادات لا ديعة يولندا دياز هي الامينة العامة دي الحزب الصمار اللي تحالفها مع بيدرو سانتياز عفوا ونقات انتقادات لا ديعة فهذه القادية هاتي مشات يولندا دياز باش تحالف مع بوجي موند وتفاهم معاه شنو هك عراض طبعا الحال انا نعطيك سبعاد المقاعد ديالي اول ان نتحالف معاك خاصك تعتيني تنتهي شنو ما عندك طبعا الحال الامر كيتهدر دباع للعوف ان ربان با بيدرو سانتياز غادي يعفو على بوجي موند في البارح كان كيقول غادي نجي موند دخلوا الحبز ودبا حيث حدو مصلحها فيه غادي يعفو عليه مادم ان بيدرو سانتياز كي يضربها تيقاف النفس وكيقول انه غادي شكل حكومة وتقم نفسه معناها انه صافرها ضمن التحالف مع جوند بوركتالونيا ومادم انه ضمن التحالف جوند بوركتالونيا قتلك لا نقبله المزيدات يعني هاد الحزب هادا يعني باش يعطيك هو الاسواد دياله والمقاعد دياله رحسك انتا تقدم له تنازلات يعني انتا اما غا تعفي على الرئيس دياله اما غا تقدم تنازلات اخرى واللي هي معقدة بالنسبة للدولة الاسبانية طبعا الحال بيدرو سانتياز وافق على تشهده كامل يمكن وافق على تشهده كامل للبارح فانك يقول يدخلو الحمس وده بتحالف معه اسبانتا هما سختين سختين على سختين على الحكومة اللي هاتشكل بزاف لانه ما قابلينش ان الامر يكون بهالطريقة هادي انه يكون حكومة عنده حزب عنده وزن في اسبانيا سومار اللي كانت البارح كانت وده بتحالفه بعد احزاب اللي ولا اسمته سومار ولكن يعني حزب ضد البلاد وده با عن يريد دينا في وغا دي ولي حتى هو كيحكم داخل البلد وطبع الحال رح ضروري غا دي قدم مجموعة من البنوت دياله مجموعة من شرط عفوان دياله اللي غا دي فيدرسانتيز خصو يلتزم بها ولا محالة فهد هذا باش يكون وبيش يقدر يحكم وبيش يدير ولاية اخرى فيدرسانتيز إذا تم كل شيء على ما يرام غا دي يدير ولاية اخرى وهذا يقول رئيس حكومة مرة اخرى وهذا يتكون هل مرة الاخرانين لقانون هنا في اسبانيا جوج مرت في الماكسيمو هل مرة الثالثة ما غا تكونش رئيس حكومة اي تطلع واحد من حزبية ولا يولي امن عام ولا غا دي ترشح الانتخابات اما انت يعني كرئيس حكومة انت الحق في جوج وولايات لا صوتوا عليك ولا شكل تيحكم المرة الثالثة من منوعها يعني هنا الامور تخلطات فوسط شي هدا اللي يقاع ولي بلدرسانتيز هل يدير ايش در الحزب الشعبي حيث في شف المهمة دي هالو نهذا در مظاهرات في مادريد ورونو هل قادية الناس قاع الحزاب اللي كاتبشي مش لحزاب الناس هادا اللي تابعين الحزب البي الناس اللي كيحبوا الحزب الحزب الشعبي كل من هذو داروا مظاهرة في مادريد ضد بلدرسانتيز والسياسة دياله والسياسة اللي كاتنهجا يولاندي دياس مصلحة ديالو مش لقبل مصلحة البلد وانا الاسبان هو واحد العدد كبير في مادريد يعني نوضس واحد روينة في مادريد مظاهرات كبيرة ضد بيدرو سانتيز وضد السياسة ديالو اللي هي كي يخصبونه سياسة مصلحة خاصة اكتر من مصلحة البلد باكمله كيفاش غايدير سانتيجنا التحالف كيفاش التنازلات اللي قدم سانتيز اشنو السيناريو اللي غايكون من بعد معتشكل الحكومة وشن هي الامور اللي غادي دخلها جند بركاتاني واشن غادي يعفو على جند بوديموند ويدخل اسبانيا حرا طليقا السيناريو هاتذي كاملة والاسئلة كاملة غدر دماغ دينا حتما مغاش يقول هنه دبا دبا ما جاوبوش الاسئلة قاع مرة صورو يولاندا ديس ما جاوبت صورو بيدرسانتيز ما جاوبوش قل لك احنا غادي ندير حكومة غادي ندير حكومة كيفاش وشنو تنزلات اللي قدمت وشن هي الامور اللي تفهمت عليها ما قادو الناش دابا يعني هاتش دال يانك تشوف كام يوم وعديتنا فهات الايام اللي جاية وانا غادي بان بيدرسانتيز الحقيقة ديلو يولاندا ديس تعتبال الحقيقة ديلو عيتفرش كل شي عيتحط فوق امر الواقع وغانا عرفو واش كان الغرض فعلا غير جمع الشمل كما كيقول بيدرسانتيز جمع الشمل يعني كاتالاني قيو باسك مادريدي كل شي كيبقى اسباني متنوع التقافات يعني تنوع اللغات وتنوع العادات وتنوع يعني بزرد الامر ولكن الوطن واحد اللي هو اسبانيا هذا هو اللي بغير يوصل صانتيز بصحة دي الفكرة ديلو ولا هو دول الهدف ديلو المغزر ديلو ولا عنده شي هدف اخرى يعني هادشي الله اعلم اكعر في السياسيين لا تقافي السياسيين مهما كانوا اينما كانوا كل ان شاء الله هادشي الاسئيل اللي بقى قطروج غادي نجاوبو عليها ان شاء الله في الايام القديلة القادمة من بعد ما هادشي كل الحكومة وانعرفوا كل شو وانتقسم معكم جميع التفاصيل خاصة شكيل الحكومة هنا في اسبانيا اذا كان فيديو استحق لايك دلونا لك الاخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته